وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب من الموانع الأوكرانية بالمشين وقال بايدن في تصريحات صحفية أنه ليس هناك سبب لتفعل روسيا ذلك في إشارة إلى وقف الاتفاق الضروري لتخفيف أزمة الجذاء العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركة موسكو في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا بعد الهجوم الذي استهدف سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية